رأي البيضاء لحظات قليلة فتحت البوابات على بركة الله لاندفاع جياد وافراس الانتاج عمر الثلاث سنوات بمختلف درجاتها متنافسة في هذا الشوط على مسافة الألفين متر متابعين الكيرام إذن هذا الشوط خصصة للجياد التي لم تكسب ستأخذ دورة كاملة حول المضمار يتقدم الآن حكم إلى جانب ابن عادل إدحيم في محاذاتها في المركز الأول لقيادة هذا الشوط شوط الميل وربع الميل يتقدم إدحيم إذن ابن عادل للمركز الأول في متابعة أيضا من مدلعة في المركز الثاني فيما يحكم في المركز الثالث وأيضا موسوم في المركز الرابع ويأتي متاع في المركز الخامس في متابعة من بقية الأسماء إدحيم إذن يتقدم بخطأ متميزة ما شاء الله تبارك الله مع انطلاقة هذا الشوط وهو آخر الأسماء الداخلة لجهاز الانطلاق يتقدم حكم الآن للمركز الثاني من المسار الخارجي في حضور لبقية الأسماء يستهدف ربما يتقدم الآن من المسار الخارجي مع تقدم حكم للمركز الأول وأيضا يستهدف بن سبلان يتقدم هو الآخر من المسار الخارجي في محاولات واستحثاث أيضا لزملوقة للمركز الثالث من الداخل في حضور أيضا لبقية الأسماء أدمون يأتي للمركز الرابع يعود مجددا يحكم للمركز الأول في تبادل المراكز ما بين حكم ويستهدف حكم هل يتحكم في مجريات الأربعمائة متر الأخيرة والخط المستقيم الحكم يتقدم بنتون تربول للمركز الأول من الداخل فيما يستهدف يحاول أن يستعيد الصدارة مجددا من المسار الخارجي في محاولاتها أيضا مع زملوقة يحكم من المسار الداخلي يستهدف ابن سبلان على ما يبدو يستهدف المركز الأول ويستهدف الوصول إلى خط النهاية أولا يستهدف ابن سبلان إذن بالفعل يستهدف خط نهاية وينهي هذا الشوط بتسجيل الانتصار الأول في سجله السباقي هذا الحصان الأشقر